مرحبا بكم معنا براديو المحبة والجمال راديو عشتار FM تنقسم الجمهورية التركية الى 82 محافظة لكن اللاجئين العراقيين مخصص لهم 20 محافظة فقط يختارون منها واحدة لكي يسكنوا فيها وكمان نوهنا بأن كل محافظة لها خصائصها ومميزاتها معاناة اهلنا العراقيين هنا متعددة وكثيرة ومنها سوء استخدام ما لديهم من اموال وينفذ كل اموالهم ويصدرون للعودة الى العراق وسوء الصرف يكون بسبب عدم التأقل هنا على نوعية الطعام والبرد القارس فتجد العراقي يشتري اكله من المطاعن ولا يطبخ في المنزل فيستنفذ كل امواله اما المعاناة الاخرى فهي يصعب علينا الحديث عنها لكونها تمسنا لكوننا عراقيين وهي هناك بعض العراقيين واكد البعض منهم يستغلون اللاجئين الجدد لانهم لا يعرفون الاماكن والطريق الى المفوضية السامية للاجئين ولا يجدون اللغة التركية فيستغلونهم ويبتزونهم وقد تصل الى النصب والاحتيال واخذ منهم مبالغ عالية بداعي تقريب الموعيد للمقابلات المفوضية تصوروا ان هناك شخصا عراقي يقف في باب صيدلية الدواء ويجيد اللغة التركية ولا يقبل ان يترجم لك ما تريد بدون مقابل فيبتزك بسبب حالتك الحرجة ويترجم لك مقابل 20 ليرة اي اي 12 ألف دينار وهذه الحالة تعتبر بسيطة امام عشرات الحالات ولذا ننوه كل اهلنا الذين ينون المجيء الى تركيا ان كانوا لاجئين او مسافرين وسياح نود منهم الحذر وعدم الثقة بأي شخص مهما كان اسلوبه بالكلام وتحياتنا لكم احباؤنا عسى ان وفقنا الله واياكم في ايصال صوت اهلنا اللاجئين للعراقين في تركيا شكرا لكم كان معكم من كوتاهي تركيا نور حمود